موسيقى يا مساء الخيرات على كل مشاهدي قناة مدرستنا 3 وحلقة جديدة من برنامج نقطة نظام ان شاء الله هيكون يوم مميز وفقرات يا رب تعجب حضراتكم الفقرات الحقيقة كلها شباب وحيوية وطالما بنتكلم عن الشباب ففي فقرتنا الاولى هنتكلم عن اليوم العالمي للشباب واللي بيحتفي بالعالم كله الايام دي هنتكلم عن الشباب المصري المحرك الرئيسي للتنمية والتغيير في المجتمع ويمكن شوفنا على مدار السنوات الماضية اهتمام كبير من الدولة المصرية بملف الشباب وشوفنا منتديات شباب ومؤتمرات وطنية وتمكين حقيقي حاجات كتير اوه هنتكلم عنها مع ضيفنا اللي هيشرفنا ست النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين اما فقرة تانية هيكون ضيفنا فيها اتنين من الاطفال المبدعين بالمعنى الحرف للكلمة اطفال اثبتوا ان الابداع ليس له عمر وان الموهبة ممكن تنطلق وتتوهج في اي سن ادروا رغم عمرهم الصغير واحد عنده سبع سنين والتاني عنده 11 سنة ادروا انهم يحصلوا على جيزة المبدع الصغير في الرسم والشعر هنفهم اكتر وهنعرف كمان حكايتهم ايه مع سليم تامر وادهم الجمال اللي هنتكلم معهم عن رحلتهم اللي برغم صغر سنهم لكن فيها نجاحات كتير اوي يا ربنا يحفظهم يا رب وتشوفوا اولادكم كده زيهم يعني ان شاء الله لكن خلونا قبل ما نخرج لفاصل نشوف بعد اذن حضراتكم تقرير عن التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة في موسمه الرابع واللي اطلقته مؤسسة البحث العلمي لاختيار الفائزين من مختلف محافظات مصر اللي بيوصل عددهم لتسعمية متشارك هيفوز منهم خمسة واربعين متسابقة وده بيتم تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريف وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية وبعد هذا التقرير نرجع لحضراتكم مشاهدينا مشاهديشة شقانات مدرستنا تلاتة في كل مكان من هنا من داخل العاصمة الإدارية هنقل لحضراتكم أجواء التصفيات النهائية للمشروع الوطني لقراءة في دورته الرابعة بحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات النهاردة احنا بنشهد التصفيات النهائية للموسم الرابع في مختلف المنافسات سواء كانت منافسات تتعلق بالطالب المثقف أو القارئ الماسي أو المعلم المثقف أو المؤسسات التنويرية النهاردة أكثر أو ما يقرب من 900 متسابق يمارسون عملية التحكيم للتصفيات النهائية تمهيداً للوصول إلى الأربعين فائز بالمراكز الأولى في مختلف المنافسات طبعاً الهدف الكبير والعظيم من المشروع الوطني للقراءة هو تشجيع الطلبة على القراءة وإعادة العصر الذهبي للقراءة إضافة إلى جعل القراءة عادة بين جميع أفراد المجتمع في الجمهورية من خلال القراءة القارئ يستطيع أن يكتسب مهارات مهمة جداً زي مهارة التفكير النقدي زي مهارة الحل المشكلات زي المهارات اللغوية والقدرات التعابرية وكلها مهارات مطلوبة في السوق العمل حقيقة المسابقة جميلة جداً وأنا أحيي قائمين عليها لأن الموضوع الاهتمام بالقراءة موضوع هام جداً في ظل انحصار هذا الاهتمام بالقراءة في السنوات القليلة الماضية وإحنا كلنا نلاحظ عدم إقبال الطلاب سواء على مستوى المدارس أو الجماعات على قراءة في غير تخصصاته القراءة بتعزز للإنسان بتنمي مداركه بتعزز ثقته في نفسه بتديله القدرة على فهم ودراسة وتحليل المعطيات اللي قدامه بيقدر من خلالها يكون رأي خاص بيه هو بيقدر من خلالها يحلل العديد والعديد من الأحداث مهم جداً أنه ساعة المناشة تكون بتتكلم باللغة العربية الفصحة ده كده كده طبعاً وبتكون طبعاً مذاكرة الكتب وحافظ الحاجات ويعني مذاكرة المدونة اللي هما بينزلوها المشروع هو يعتبر مؤسسة تصقيفية شاملة لكل طلاب مصر بداية من المنحلة الابتدائية حتى الجامعات كتب التاريخ ومصر أول صفحة فيها مصر عظيمة بأهلها ووقت الشدة تلاقيها وقف مع أخوتها العرب والكل من لها شرب دراع وسند وسيف على اللي يعاديها لقد شركت بالعديد من القصص والمجالات ومنها المجال التاريخي والعلمي مثل قصة بلقيس وكيل يوبطرة بالإضافة إلى عباس بن فرناس أتمنى أن يشارك كل طالب في هذه المسابقة لأن القراءة روح للعقل ومفتاحاً للعلم وبها معلومة كل كتاب به معلومات كثيرة ستفيدك في الدراسة أيضاً شاركت في مسابقة القراءة لأني أحب الثقافة وأحب قراءة الكتب وقد قمت بتلخيص سلاسين كتاباً من مجالات مختلفة منها الاقتصادي والتربوي والعلمي وغيرها أهلاً مع حضراتكم من جديد الأيام دي العالم بيحتفل باليوم الدولي للشباب والحقيقة أن الشباب المصري محرك رئيسي للتنمية المستدامة والتغيير الإيجابي في المجتمعات ويمكن شوفنا الدولة بتولي اهتمام كبير بالشباب وتشتغل دايماً بشكل مستمر على دعمهم وتمكنهم في مختلف المجالات في سياق رؤية مصر 20-30 كمان تم إطلاق العديد من البرامج والمشروعات اللي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال بين الشباب واللي ساهم في خلق فرص عمل جديدة حاجات كتيرة قوي هنتكلم عنها في الفقرة الأولى بتاعتنا واللي بيشرفنا فيها ست النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب حزب التجمع أهلاً وسهلاً وسهلاً على مناور الدنيا أهلاً بحضرتك وبنورك وأنا اللي سعيد أني موجود مع فنان كبير وفنان جميل أسعدنا ودحكنا وحببنا في العديد من الأعمال بشبه حضرتك عدساً وبيني خليك متشكر جداً جداً كل سنة وحضرتك طيب حضرتك طيب اليوم العلامي للشباب وحضرتك بقى شايف الشباب المصري في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده شايفه فين؟ الحقيقة هو سؤال جميل بس سؤال صعب برضو لأن الشباب المصري ده حاجة كذا حاجة يعني من حيث الفئة العمرية لأن برضو خلي بالك احنا من 14 سنة لحد 40 سنة أو 45 سنة ما قدرش أقول عليهم الشباب للمتوسط العمار كبر قد تنخيرك والله بتندي لبعضنا أمل الله عليك الحاجة التانية إن صحيح تعريف الأمم المتحدة للشباب اللي هو من سنة 18 ل 35 سنة لكن النهار ده هل اللي عندهم 14 سنة في ظهور التكنولوجيا والتيك توك والإنستجرام والفيسبوك وذكاء الاصطناعي وذكاء الاصطناعي من بقى ونسرقها وكذا وناخدها ومن رجعها لا دلوقتي بقى هو بقى فيه بيقرى الكتاب بي دي اف ومعتمد على الصورة أكتر وعلى الفيديو أكتر وقاعد في مكانه في عالم افتراضي بيبقى ماشي في شوارع نيويورك وقاعد هنا في قرية في الصعيد أو في قرية في وجه بحري طبعا الشباب بقى مختلف من حيث الأدوات بقى من حيث الأدوات اللي بيستخدمها من حيث طرق المعرفة وتنوعها من حيث عصر العولمة وتطوره نحن في مجتمع ما بعد الحداثة الشباب بقى مؤثر وهو قاعد في بيته ما بعد الحداثة بقيت كلمته مسموعة وقاعد في بيته يعني حيطك النهاردة الشباب اللي بيعمل حملة على الفيسبوك لدعم القضايا الفلسطينية بتؤثر الشباب المصر بتؤثر في الرأي العام العالمي في مختلف الدول الشباب اللي في أمريكا اللي قاعد على الفيسبوك بيدعم القضايا الفلسطينية بيأثر في الشرق الأوسط فإحنا أدواتنا بقت الشباب بقى أدواته مختلفة الفئات العمرية بقت متعددة كمان نوعية المهن بقت مختلفة فالشباب ما نقدرش نحكم عليه في مرحلة عمرية واحدة زي الأول ما نقدرش نحكم عليه في أدوات معرفية معينة في وظائف معينة حتى الوظائف نفسها بقت مختلفة صح على فكرة دا سؤال وهل اتمسح بالشكل المطلوب ولا لسه فيه طموح أكتر له ما فيش حاجة احنا بنبقى راضين عنها كشباب حتى في البيت واحنا من واحنا أطفال يعني لحد سن المراهقة وكده الشباب دايما يسوي طموح الشباب يسوي طموح يعني ما فيش حاجة بترديه صح لازم كلنا كده وهنفضل كده يعني لكن طبعا تحقق الكثير من الإنجازات منها يعني أنا أقول لها حاجة لحاجة أنا دخلت العمل السياسي وأنا عندي 18 سنة في 2007 في العصر المباركي طبعا 2007 دي أنا عاوز أقول لك إحنا كنا بنشوف السياسيين ما بين السبعين والستين ما فوق الستين يعني وطبعا بيتمسكوا بمواقعهم ونصبهم بالعشرين سنة وبيتمسكوا بكل ما هو كلاسيكي حتى دا كنت تلاقيه في الفن تلاقيه في السياسة تلاقيه في العمل الوظيف لا إحنا كنا زمان نادر لما تشوف وزير آه شاب آه لا بصفة عامة حتى إنك تشوف وزير ده آه لكن دلوقتي عادة ممكن تلاقيك وانت قاعدة تلاقي فيه وزير معدي بيعمل حاجة بيشتجل في حاجة أو بتاع ما بقول حياتك اللي حصل النقل إيه بعد 2014 إن أنا بقيت أخش المنتدى الشباب العالم في 2016 وآسف مؤتمر الشباب الأول بعد كامل منتدى الشباب العالم في 2017 و2016 مؤتمر الشباب بقيت ماشي مش بشوف وزير ده الرئيس الجمهورية معدي آه بقيت أتكلم أنا 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 شاركت في جلسة قدام في خامة الرئيس 2016 وطمر الشباب الأول تكلمت قدام في خامة الرئيس في 2018 في جامعة القايرة مش أنا بس ده عدد كبير من الشباب وكنتش أحلم وتيحت ليكم من الكلام آه آه الكلام نتكلم معاه ونتناقش مع سات الرئيس وفيه اللي إحنا عاوزين إحنا بقى مننا دلوقتي 27 نائب محافظ أكبر سنة الخطوة عظيمة طبعا إنت النهارس هو نائب محافظ ده إيه اللي هو هيتولى محافظ صح وتولى منهم محافظ لسه كنت أقول لحضرتك فيه محافظين آه بقيت محافظة البحيرة زي ميلتنا أصبحت محافظة آه بقى عندنا وزراء في عمر الشباب في الخمسينات آه في بداية الخمسينات وفي نهاية الأربعان يعني وزير الشباب الحالي تولى الوزارة ووزارة الشباب 2018 وقف نهاية الأربعانات بالمناسبة آه فأنت أنا يعني أعرف نواب محافظين لما تولوا المسئولية كانوا 29 سنة حزم عمر نائب محافظ إنا 29 سنة آه إحنا عندنا 100 شاب في مجلسي النواب والشيوخ آه على الأقل 100 شاب في مجلسي النواب والشيوخ من عمر 25 لـ 45 سنة 100 شاب آه رقم كبير رقم كبير ده ده رقم مش سهل أبدا ده تفسروا بإيه يا شعالي؟ أفسروا إن الدولة المصرية أدرقت إن 65 مليون شاب هو عدد المواطنين في مصر من سن 14 لسن 40 سنة 65 مليون طيب 65 مليون شاب دولار اللي هم أغلبية الشعب المصري آه هل يتركنوا؟ لازم يبقى لهم ممثلين طيب ممثلين فين بقى؟ ندعمهم فين؟ في البرلمان ويدفوا عن المقوانين اللي بتهتم بالشعب المصري كله لكن أيضا في قلبهم شباب صح وأجيب عملة صعبة عشان أجيب بقية احتياجاتي من دوا وعلاج ولا آخره صح ده تفكير الشباب لما يبقى عندي شباب في البرلم لا ومعظم المشكلات هتبقى من الطايفة الكبيرة دي أو من الفئة الكبيرة دي زائد شغل زائد إن هم اللي بيحملوا على عاطقهم المستقبل المستقبل أيوة فشايفين بكرة إيه بقى؟ بالزبط ما بكرة ده لابنه وليه صح صح ده رقم واحد رقم اتنين لما يكونوا من الشباب هيبقى فيه صوت عالي الصوت العالي مش بمعنى الصورة لا الصوت العالي بمعنى إنه صوت واضح بيدفع عن قضيته بيدفع عن وطنه ليه معالم؟ الناس شايفاه ده رقم اتنين رقم تلاتة الشباب المصري ده لما هو يمسك في مواقع المسئولية هيتحول من شخص عشوائي لشخص عنده بعد المسئولية لإنه بقى جزء من المشكلة والحل وانا النهاردة لما يكون وزير شاب ويكون نائب شاب هبقى عارف المعلومات هبقى عارف حجم التحديات هبقى عارف التحديات اللي بتواجه بلدي شكلها عامل ازاي هبدأ أفكر بشكل علمي مش عشوائي هبدأ أفهم إن الظروف شكلها عامل ازاي الحروب اللي على حقدودنا الأربعة وهتبتدي تكون خبرتك من بدري من بدري فلما هاجي كمان أبقى في مرحلة عمرية تانية في مواقع المسئولية تانية هبدأ أبقى أفهم إن أنا لما باجي أمكن شباب تاني هتبقى أنا مجحت صح لكن مش هبقى باص لها ده حابة عيال ما وكان بتقلنها كده ما وفي العصور اللي قبل كده عدم ثقة عدم ثقة لكن كمان المواطن هيبع عنده ثقة فيها لما جنز الانتخابات تاني طب أنا المرة دي جيت في ضمن قايمة وخط المعركة الانتخابية بشكل أسهل شوية مرة جاء لما جنز الفردي مثلا الناس هتبقى وطقت إن أنا نموذج إيجابي طبع ها عمل خدمات في دائرته اشتغل على تشريع قوانين عد القوانين بشايفين شعير فت على الأرض من أول الرصيف اللي بترسف لحد القانون اللي بتناشر البرلمان لحد أدواتك الرقبية اللي بتستخدمها جوه مجلس النواف ومواجهة الوزراء وبتقول لهم أنا قدر أعمل ضدك استجواب وبتعمل احنا في التنسقية الاستجواب الذي حدث في هذا البرلمان هو كان من التنسقية في مواجهة وزيرة الإعلام واستقال بناء على هذا الاستجواب هكذا أدواتك الرقبية الشباب هم أمل مصر بالمناسبة دول كتيرة جدا بتعاني أنها دول غير شابة الآن وهي قمة الحدثة بتعانيك أوروبا كلها واليابان القرى العجوز واليابان والقرى العجوز أنا زورت أوروبا مؤخرا وزورت الصين لا الصين فيها تتقدم كبير جدا لأنهم اعتمدوا على صورتهم التنموية في 25 سنة الفاتدية على الشباب بالمناسبة نظموا النسل شوف بقى اللي يقول لك أصله إحنا بتكلم عن تنظيم النسل في مصر لا الصين نظموا النسل عشان حاول تقدمهم وبعدهم حاول تقدمهم وبعدهم نتج محلي إجمالي كبير وبعدهم احتياط نقضي كبير وبعدهم معدلات نمو كبيرة وبعدهم صناعة محلية وبصدروا العالم كله وبعدهم صناعوا العالم كله سمحوا لهم النهاردة من هم ينجيبوا طفلين وتلاتة ليه؟ عاوزين يكملوا مشروعهم التنموية بس عرفوا ما هذه المصلحة العامة أيوة هو قال لك عاي طفل واحد كفاية خلاص وحطوا ضوابط آه وقوانين وقوانين لحد لما وصلوا لمرحلة من التقدم كبيرة جدا بقوا يعرفوا يأكلوا كويس يشربوا كويس يلبسوا كويس من صنع إيديهم ابتدوا يصدروا العالم ابتدوا يوصلوا للتقدم على مستوى الفضاء على مستوى التكنولوجيا غازوا العالم قال لك طب ما أنا خلاص بقى عندي دلوقتي احتياطي وعاوز أزود من معدلات التنمية دي وعاوز أصنع أكتر للعالم وعاوز أكبر أكتر بدل ما أجيب من هنا لا أجيب من هنا عشانك قال الولايه طب إيه يلا جماعة إنجابي اتنين وثلاتة إحنا قدام دول شعوبها بتتكتف مع حكومتها في تحمل مسئولية لإنجاز مهام وطنية في رؤية عامة في حزب الشيوعي هناك الحزب الشيوعي الصيني المواطنين هناك عندهم رؤية مش موحدة لا فيه اختلافات لكن فيه تحدي واحد عاوزين نوصل لمعدلات فيه هدف واحد فيه هدف الصين الصين تبقى رقم واحد مصر لازم تبقى كده وهتبقى كده بمشروع شبابي صح مصر مش هتبقى كده غير بمشروع شبابي وده أعتقد أحد أسباب إن الرئيس عفتاح السيسي منذ لحظة مجيئه هو أدرك تماما إنه لما هيتبنى مشروع جمهورية جديدة بفيش جمهورية جديدة هتقوم إلا بتمكين الشباب في كل المواقع وبالمناسبة عملية تمكين الشباب في الدولة ما وقفتش عند الشباب السياسي بس أعتقد إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعمها وموضوع القروض الثلاثة في المئة والخمسة في المئة ده برضو جزء من دعم المشروعات الرياضة صحيح حصل فيها مشاكل أي حاجة فيها مشاكل لكن بيتم التغربة عليها أي حاجة فيها مشاكل أي حاجة حتى إحنا في عملنا السياسي طب ما إحنا وجهنا مشكلات وجهنا مشكلات في كل حد عادي لكن بيتم تتجاوزها أيضا فيه تمكين حصل للمرأة ولازم ندركه طب أنا عايز في نقطة برضو تمكين الشباب وطموح الطموح السياسي لدى الشباب اللي زاد الفترة الآنية يعني حضرتك شايف أسبابه إيه أعتقد أن أسباب هذا الطموح السياسي الموجود إيه أعتقد أن الشباب بفضل التكنولوجيا الواسعة وأن مصر مرت بصورتين صورتين صورتين وصورت يونيو أصبح تفتق زهنه أكثر من أي وقت مطى وبقى أكثر وعيا بالمشكلات حواليه وحول العالم وجود التكنولوجيا وشايف الصراعات هنا في أمريكا وهنا في الصين وهنا في فلسطين وفي قضايا الفلسطينية وعلى أطراف البلد وخلته أكثر وعيا وخلته أكثر رغبة في المشاركة في الحياة السياسية وبالتأكيد فيه دعم دعم من أعلى مستوى سياسي منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب دي قدت أمل كبير جدا لشباب المناصب اللي شباب بابا يتولوها دلوقتي خلت شباب تاني ويعني لم يحصلوا على مواقع بقى عندهم أمل إن ده يحصل من خلال قدراتهم وخبراتهم ومهرتهم طيب إزاي نحافظ على الحالة دي بقى ده الأهم يا السامح لأن صراحة ضمننا جزء من تنكين الشباب في عصر ريس عفتا عسيسي مش ضمنين بعد كده طب نضمنه ده إزاي رقم واحد إن إحنا لازم نعمل على عملية تطوير في مناهج التعليم بشكل كبير جدا الفترة المقبلة وأنا كل أمل إن ده يحصل من الدولة المصرية نمرأ اتنين إن يبقى فيه تطوير يواكب يواكب آه هذا التطور في الوعي إن يبقى فيه تعليم حديث مش مبني على الحفظ والطلقين مبني على التفكير والإبداع ننطلق من وده اللي حاصل بقاله فترة اللي هو التعلم مش التعليم أيوة التعلم وليس التعليم اللي هو الاعتماد على التفكير صح الاندهاش البحث البحث أحد الإعلاميين للأسف قال لك مش مهم ندرس فلسفة وتريخ ده كلام يا جماعة سطحي جدا أنا آسف إحنا لازم نهتم بكل أنواع العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية وده ما يمنعش ونحترمهم ونحترمهم ونحترم آه طبعا لأن الفلسفة هي اللي بتخليك تندهش اللي عمل الثورة الصناعية الرابعة والذكاة الاصطناعية هو الفيلسوف اللي أصلا خلنا نندهش ونفكر ونخرج خارج التفكير الكلاسيكي والفلسفي إن إحنا نشوف العالم بنظرة تانية هو النهاردة جليلي وده ما هو أساس الحضراء اللي إحنا عايشنا يا جليلي لا والعلوم والعلوم نفسها كلها هي مرتبطة ببعض أيوة ما هيش علم واحد إنت حتى لو تتذكر كل العلماء الكبار الإسلامين الأولينين أو العرب صفة عامة كل علوم العالم بقى الكيميا والجغرافيا والفلك كلها مع بعض طبعا والطب ما هواش بس كان مختصر على فرع واحد طبعا ما فيش حاجة اسمها كده وعمر ما كان في أي عصر من العصور في استهانة بأي علم أو بأي فرع من العلوم بالزبط كده فإحنا عشان نحافظ على إن شبابنا يبقوا أحسن شبابنا مصر دي تبقى هي المصدرة لشبابنا على فكرة إحنا طول عمرنا كده إحنا اللي بانينا الخليج بمهندسنا بقى طبقنا بداكاترتنا بقى ساتسيتنا بكل حاجة وهنفضل كده وهنبقى كده بس إيه بقى تطوير التعليم المصري على أعلى مستوى أن يكون التعلم وليس أتعلم سعيدك وقلت نمرأ اتنين الاهتمام بالمنظومة الصحية وتطويرها نمرأ تلاتة العمل على الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهيات الصغر لأن دي أكتر مشروعات يقدر الشباب يبزل فيها جهد ويتمكن حقيقيا عندما يتمكن الشاب من أكل عيشه وأنه يبقى عنده قدرة على أنه يكون شريك في بناء اقتصاد بلده وفي صناعة بلده وأنه ده بيخلق عنده انتماء كبير جدا أيوة بيخلق عنده انتماء كبير جدا وغلاء لبلده وبيبقى طول الوقت بيبص على تطويرها خد بالك في السامحة التعليم لا تطور بالصناعة الصحة تطور بالصناعة الثقافة تنمو بالصناعة طبعا ما حدث من تطور فكري وثقافي في أوروبا كان عارف أساسه إيه أن البرجوازين اللي هم أصحاب الصناعات الثورة الصناعية الأولى اللي هي الألة البخارية اتحدوا مع الفلاسفة ليه؟ مش عشان بيحبوا الفلاسفة علشان كانت دولة الكنيسة في الوقت دوت والجماعة المتعصبين من اللي هم أصحاب الأرض الزراعية كانوا متحدين مع الكنيسة في منع التصدير منع التصدير والإنتاج الوفير لذي كانت أوروبا شععت الموارد وكان ده باسم الدين وسقوك والغفران زي ما الإخوان كانوا يعني بيشتغلوا في الفترة دا بس ده تطوير سازق بعد كده ساعتها المصنعين تحدوا مع الفلاسفة فاتكلموا عن حرية العمل وحرية العلم وحرية الصناعة وحرية التجارة ها؟ فالصناعة طب بعد كده بقى لما تحولت لمصانع كبيرة بقوا يعلموا الناس ليه؟ يعلموا العمال ويعالجون كويس عشان يلاقوا عامل يطور من الصناعة دي بعد كده يبقى صحته كويسة فيدي عدد ساعات عمل بعد كده ظهرت الأفكار الاشتراكية عشان تحد من الجشع بتاع الرأس المليئ اللي هو إيه؟ اللي هو يا جماعة بلاش الناس يشتغل 14 ساعة عمل اللي بيشتغلوا 8 ساعات عام والآخر ومنظومة صحية طورت في العهد الاشتراك اللي أنا عاوز أقوله إيه؟ إن الصناعة هتجبر المصنعين على إن هم يساهموا فيه تطوير التعليم صح يساهموا فيه تطوير الصحة يساهموا فيه الاهتمام بالمجال الثقافي لأنه هو عاوز عامل مثقف وعاوز عامل واعي بالتكنولوجيا الحديثة وبدل ما يجيب عمالة من الخارج تطور له صناعته المعتمد على الثورة الصناعية الرابعة بألاف الدولارات إحنا نصنعها إحنا نصنعها حتى للسسمار الأجنبي لما يدخل في مجال التصنيع الكثيف في مصر زي ما دخل في الصين هو عاوز عامل مصري مثقف ها؟ واعي بالتكنولوجيا الحديثة يعرف يشتغل على الآلة آه وينتج روبوت وينتج بشكل أكبر فالمجتمع عندما يتحاول لمجتمع صناعي مش بالضرورة تكون الدولة بس يكون جزء من هذه الصناعة الدولة قاطرة للصناعة طبعا دولة للدولة لأن الصناعات التحولية والصناعات الثقيلة طبعا ما يقدرش الرجالي الأعمال العديدين هي قاطرة ومنظمة كمانا آه طبعا قاطرة ومنظمة لكن أيضا إحنا مش ضد القطاع الخاص ده قطاع الخاص هو قاطرة الصناعة أيضا مش ضد الاستثمار الأجنبي ها؟ صح لأنه هينم من مستوى الصناعة في مصر لكن الصناعة تبدأ بالدولة ويشاركها القطاع الخاص وينافسها ولهذا الدولة أدرك الدولة مؤخرا فقالت لك إيه بقى؟ قالت لك الدولة لو هتدخل في الصناعة هتدفع ضرائب زيزة القطاع الخاص ها؟ الدولة لو هتدخل في الصناعة لازم يبقاش عندها امتياز زيادة عن القطاع الخاص عشان يبقى فيه أوجه المنافسة موجودة أيوة فالدولة والحكومة في هذه الأيام بتدرك هذا الموضوع ها؟ أخيرا بقى في هذه النقطة الشباب المصري نضمن أنه يحافظ على وجوده وقوته بالتعليم بالصحة بالصناعة بالتقدم على المستوى التكنولوجيا بالوعي الثقافي حاجة أخيرة بأن يكون هناك منظومة سياسية شابة صح وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله في صحيات شباب الأحزاب والسياسيين أن هولا الشباب يكونوا على قمة المواقع القيادية في أحزابهم على قمة المواقع القيادية في النقابات في النتخابات النقابية يكونوا على قمة المواقع القيادية في المجتمع المدني لأن دولة في البرلمان دولة اللي بيصنعوا السياسات فيحافظوا على هذه السياسات صح يحافظوا على هذه الرؤية صح أي نظام يجي بعد كده أيا كان شكله أيا كان محتوى متعدد صح متعدد صح علشان بقى هنتكلم باستفادة عن تنسيق شباب الأحزاب بعد إذن حضرتك أستاذ علاء نروح لفاصل ونرجع تاني نستكمل الحديث الشيخ مع أستاذ علاء أعصام ست النائب وعودوا مجلس الشعب النواب عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسين وأمين شباب حزب التجمع فاصل ونرجع لكم أهلا بحضراتكم من جديد ولسه منهورنا وشرفنا ست النائب علاء أعصام كنا بنتكلم بقى قبل الفاصل عن دور تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين ودي من الكائنات الشبابية بما أننا بنتكلم عن اليوم العلامي للشباب ودي يعني كان مهم جدا وفعال جدا في المجتمع بتاعنا إيه أبرز السمات اللي بتميز هذا الكان عن أي كان آخر الحقيقة إحنا كان عندنا تجارب شبابية قبل تنسيقية الشعب الأحزاب والسياسيين لما شكلنا شباب جابية الإنقاذ كان في موجة جامعة الإخوان الإرهابية وبعد كده شكلنا تنسيقية ده كان سنة؟ ألفين واثنشر آخر ألفين واثنشر وبعد كده استمرت لألفين وثلاثتاشر وبعد كده بقى الحمد لله ظهرت تمرد وحصلت ثورة تلاتين يونيو وأصبح شباب جابية الإنقاذ وشباب تمرد شركاء حاليا في تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فالحقيقة هي التنسيقية خرجت من رحم شباب جابية الإنقاذ وشباب تمرد اللي كانوا في موجة جامعة الإخوان الإرهابية فهتلاقي من قيادات التنسيقية وأعضاء مجلس نوابة محمد عبدالعزيز من مؤسسين تمرد محمود بدري من مؤسسين تمرد حسن شهين أيضا من مؤسسين تمرد هتلاقي من شباب جابية الإنقاذ أميرة العدلي أنا كنت في شباب جابية الإنقاذ وولية الشرف زملاء آخرين من زملاءنا كانوا في تنسيقية 30 يونيو اللي كانت بتؤيد ثورة 30 يونيو زي طرق الخولي أيضا كان من شباب المشهورين في الوقت ده في مواجهة جامعة الإخوان الإرهابية وكان قيادي سابق في 6 إبريل فهتلاقي أن شباب التنسيقية 30 تنسيقية شعورة حزاب والسياسيين هم الشباب اللي كان ليهم دور قيادي في الثورتين يناير ويونيو وأيضا كان ليهم دور أساسي ومحوري في مواجهة جامعة الإخوان الإرهابية فدول أنا ليه بقول الموضوع ده دول انطلقوا من رفضهم للدولة الدينية لدولة جديدة وجمهورية جديدة لبناء مجتمع حداثي يعتمد على التنوير والحداثة والتقدم من العالمي وحق المرأة في العمل والمساواة بين المرأة والرجل وحق الشباب في العمل وتمكين الشباب والنهوض بالتنمية الاقتصادية للدولة المصرية عن طريق صناعة عن طريق الاقتصاد انتاجي هؤلاء الشباب شكلوا كيان اسم التنظيم الشهر والحزاب والسياسيين والرئيس عفتاح السيسي في 2018 في شهر 5 2018 في مؤتمر أحد مؤتمرات الشباب قال أنا بدعم هذا الكيان وكان دعم يشرفنا سيحنا كنا متأسسين من قبلها لكن طبعا مع دعم الرئيس عفتاح السيسي دينا دانا فرص كثيرة جدا حقيقة منها ان احنا بقينا شرقاء في تنظيم مؤتمرات الشهر بنفسها ان احنا بقالينا حضور كبير جدا في المواقع السياسية التنفيذية اللي هي نواب المحافظين خدوا مننا ستة نواب محافظين زملائنا ايضا بقالينا وجود كبير جدا في عدد من المواقع الحكومية السياسية الرئيس السيسي كان عنده رؤية ان الشباب المصري يدخل هزي المواقع يتعلم يعرف دولاب الدولة شغالي صح بشكل شرعي وواضح اه انت النهاردة الشباب دوت لو اثبت نجاح ويستباع حقوق على فكرة اه طبعا اثبت نجاح خلي بالك احنا من قسر متوسطة وفقيرة يعني احنا مش اللي هو الشباب معروفين في دوارنا او شباب عادي جدا شباب طبيعي زي اقلب الشعب المصري اه كلها يعني اه 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 احنا التمكين دوت مرتبط بقدراتك ومهرتك اثبت كفاءة كم ما اثبتش كفاءة خلص ما منفعش كم وده يدي اللي انتماء لحضرتك كنت بتقول عليها يا ستاة اه 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 انا كنا بنقعد على قهوة مع بعضينا نسده وحل حل واحد ما اجتهادك فقط بالزبت فلاقيت اللي طريق ده صح ا fact لا تزالين امل ما ي estratégنش احباط بالزبت اه واعتقد ان كمان وجود تمانية اربعين شاب من شباب التنسئية في مجلسي النواب والشيوخ احنا شاركنا في بتعديلات قوانين و تقدمنا مشروعات قوانين مهمة جدا والحمدитель لله قدرنا ان احنا نأخد موافقة عليها زي ما يتعلق بيه تعديل مشروع قانون زوي الهمم أيضاً إحنا كان لنا تأثير كبير جداً فيه زي موضحاتك الاستجاب اللي كان في مواجهة وزير الإعلام مستقال على إثره أيضاً إحنا كان لنا دور كبير جداً فيه تطوير عدد من الأبنية الثقافية والتعليمية في دوائرنا يعني لنا زملاء بنوا مدارس في دوائرهم بأخدوا موافقة على بناء مدارس جديدة أنا حصلت على موافقة لتطوير أسر ثقافة البدرشين وننتظر عملية تطويره بتبرعات؟ لا الحكومة بموافقة الحكومة بمزنية الحكومة الله ودي حاجة مسهلة آه طبعاً زل الظروف الصعبة طبعاً أيضاً الحمد لله قدرنا إن إحنا يبقى لنا دور وتأثير في العمل الأهلي قدر الإمكان من خلال تنظيم عدد كبير من الندوات أيضاً كان لنا دور في الحوار الوطني أنا شرفت إن أنا كنت مقرر مساعد لجنة المحليات في الحوار الوطني أيضاً زي منا أحمد فتحي كان مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني ده خرج عنه قانون نظام الانتخابي والمحليات تم الموافقة عليه من أقصى اللي صار كان مهم جداً جداً توفع عليه جوار الحوار الوطني وأصنействين بقي توفع عليه في البرلمان من الأغلبية ان شاء الله فإحنا بيعندنا نظام انتخابي توفع عليه في اللجنة فإحنا أنتجنا كمان في الحوار الوطني لأن التنسيقين الشابال李 soapy كانت تجربة مصغرة لشكل الحوار الوطني الكبيرة اللي بقى في كل الأحزاب والق V�� والقاومات السياسية من كل الاتجاهات فكان عندنا خبرة مسبقة فقدرنا نأثر وقدرنا نحن عندنا إنتاج ومخراجات يبقى تورجوتكم آه واضح وبارس وعندنا زملاء في مجلس الأمانة زي أميرة صابر النائبة أميرة صابر عوضوا مجلس أمانة الحوار الوطني من يوم تأسيسه طب احنا سحلقة بعد إذن حضرتك أكيد مما لا شك فيه فيه أكيد تحديات بتقابل الشباب إيه أبرز التحديات اللي ممكن تقابل الشباب في هذا الوقت شوفوا قولها حياتك الحاجة السمع أنا أعتقد أن أبرز حاجة هي منظومة التعليم والإنتاج والعمل دول حصل فيهم تطوير كبير فترات على مراحل لكن هذا التطوير لا يرد الشباب حتى الآن نسبة البطالة بتقله بتعلى لكن فيه بطالة مستوى التعليم حصل فيه تطوير فترة اللي فاتت مع دخول التابلت والتكنولوجيا وتغيير بعض المناهج ونظم الامتحان بس حصل فيه برضو مشاكل تانية عاوزين ننهض بالتعليم عشان خاطر الشباب إحنا عندنا 24 مليون طالف التعليم الأساسي لو الدولة ما تكتفتش بشكل كامل لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر الشباب مش هيشور بتغيير كبير صحيح لازم التعليم يتطور وعلى أعلى مستوى ويبقى متصط مع سوق العمل مؤهل كمان لسوق العمل تعليم الأساسي نمرأ اتنين ما ده ممكن يقولك ده عايز فلوس يبقى نهتم بالصناعة ما هو بقص ما ده كانت المرحلة التعليم ايوه الصناعة والإنتاج هو قطرة التعليم زي ما قلت حدك في باقي الحلقة صح مظبوط النهاردة المصانع المغلقة والدولة النهاردة بتقول الكلام ده على لسان وزير الصناعة لابد من عاودة تشغيل المصانع المغلقة طبعا اتنين لابد من دعم المشروعات المصانع التحولية والصناعات السقيلة ودعم تلاتة المشروعات الصغيرة ومتنهيات الصغيرة اللي قامت عليها دول كتيرة جدا في أسيا رقم اربعة لابد من دعم المسوقين الجدد ان احنا ندرس الاسواق الخارجية من خلال المصنعين والمسوقين ندرس هما بالسوق اللي برا ده اللي احنا عاوزين نصدرله محتاج ايه نصفر الشباب بتوعنا صح يروحوا أفريقيا يروحوا أوروبا يروحوا أمريكا يروحوا أسواق القريبة منها دون نقدر ننفس فيها محتاجين ايه ايه الصناعات اللي محتاجينها شكلها عامل ازاي نبدأ شبابنا دول اللي هما رواد الأعمال ترجع الدولة تسمع منهم ويبدأوا يساعدوهم في المنتجات اللي عاوزها الأسواق التانية اللي نقصها الأسواق التانية فإذا نهتصنع منتجات تتبع ليه؟ لأنك عليها طلب وده اللي هيجيب لك العمال الصعبة العشان تعرف تصرف على تعليم تصرف على تعليم تجيب منتجاتك اللي انت مش عارف تجيبها تقلل من المستوى التدخم والمستدخم بيحصل ليه؟ لأن انت حجم استرادك أعلى من حجم صدراتك فيحصل خلل في الميزان التجاري يحصل خلل في الميزان التجاري طيب الخلل ده يتعالج ازاي؟ إنك تزيد من حجم إنتاجك فالصدرات بقد الواردات وتقلل من وارداتك اللي ملهاش لازمة حقيقة هنا فيه منتجات كتير من استواردة ملهاش لازمة احنا دولة مش غنية قوي كده عاكم نقعد نستوارد في القفيار وجبنا مش عارف يقولك إيه ليها غطى أزرق جبنا والله ما عارف أقولها حاجات كده صح بسبوط جدا وكمان حاجة أخيرة بقى أن الصناعات لابد التي نعمل عليها تتواكب مع الصورة الصناعية الرابعة يعني ما جيش أقول عاوزة صنع عربية ما تكونش قهربة لأنه القهربة اللي جاية والله عارف أصدرها أصلا ما هو ده اللي احنا بنقول فيه يبقى مواكبين التطور ده يعني الصين النهاردة والسامح لما جيت والدولة مشة في الإطار ده دولة حقيقة لما الصين دخلت في موضوع صناعات السيارات اهتمت بالسيارات القهربائية فبقى النهاردة عربية المرسيديس لأنه بتاعت بكرة خلاص العربية المرسيديس الألماني اللي هي مفروض مطورها ألماني لما جموا يعملوها قهربة خدوا إيه خدوا البطارية الهوائي آه ليه لأن الصين متقدمة في صناعات القهربة فبس اللي يزبق بخطوة أيوة فمرسيديس عاوزة تنفسه بالسيارات القهربائية من تقدرش تعمل بطارية قوية زي شوف الألمان بعظمتهم صح حاطين بطارية قهوية احنا عاوزين مصر تبقى كده مش بالضرورة صلنا عربية كاملة أنا عاوز مصر دفرت القهربة بتاعت العربية احنا اللي نعمل منعملهاش ليه هي الصين انت ضربت المسأل بس صين الصين كانت كده من الصناعات آه اليدوية الأولى يعني الحاجات البسيطة جدا آه تنامت وفيه أكثر من كده بقى كمان من نقل التكنولوجيا لأنهما بقوا يمتلكوا المعرفة نه هاوة أيوة هي البيانات والمعرفة طب نروح بقى لملف التطوع الشباب اللي هم بيتطوعوا خاصة كمان في مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني حضرتك شايف شايف نقطة دي هنزاي وشايف حماس الشباب ازاي وشايف تأثير ده ازاي على أرض الواقع حياة حياة كريمة والتحالف الوطني نقطتان مضيقتان بالنسبة لي وبالنسبة الكتير من الشباب المصري رقم واحد دول كيانين مش بيشترطوا مؤهل دراسي ولا بيشترطوا فئة عمرية معينة العمل التطوع فيهم بيشترطوا الوطنية الوطنية والانتماء بيشترطوش تبقى غني أو فير ما بيشترطوش أن انت تبقى شكلك حلوة أو وحش بيشترطوش أنك تبقى أبيض أو يسود دول أنا شباب الحياة كريمة أنا بشتغل معهم في دائرتي وشباب العام الأهلي أنا كنت في مدرسة إعدادية في مدينة البدرشين وبقولها وبفتخر كان إزاز المدرسة متقصر المدرسة دي أنا لما روحت شفت شباب حياة كريمة ومدارس أخرى بيقعد صيانتها بيقعد بناءها وتطورها شباب حياة كريمة وقفين على يد المهندسين اللي بيتواروا وشفت بيوت ومناطق بيوتها ما كانش لها سقف أنا كان لها زميلي في المدارس ديت كانوا بيدرسوا عاديين في بيوت في العشوائيات النهاردة العشوائيات طورت بينا نشوف غيط العنب نشوف الأصمرات وبقاليها سقف بقاليها سقف منزلش منه المياه بقى فيه صرف سحي بقى فيه غاز حياة كريمة بالمعنى الحرفي حياة كريمة دخلت بيوت مصر الفقيرة هكذا العمل الأهلي تحالف الوطني العمل الأهلي دخل بيوت الفقيرة دخل مناطق الفقيرة دخل السعيد دخل الريف شاركوا فيه 100 مليون صحة النهاردة بيجروا ورا الناس عشان يحافظوا على صحتهم في مواجهة مرض السكر وحصلت تظهر على فكرة أنا شفت ده بعيني بالعربيات اللي موجودة في الريف اللي بتساعد الناس فيه علاج السكر فيه تنظيم النسل عشان خطر فيه ناس بيقولك أنا عاوز أن ننصر من النسل ومش عارف فيه ستات مش عارفة فعلا مش عارفة تاخد ايه أصلا العمل الوطني ده اللي بيحصل في حياة كريمة من أول ترميم البيوت الخدمات الصرف والغاز الصرف الصحي والغاز الطبيعي لحد المدارس لحد تطوير المستشفيات والمدارس الشباب المتطوع ده اللي ما بياخدش فلوس اللي بيدي يوم في الأسبوع من وقته للعمل التطوعي اللي بيسافر محافظات عشان خطر بلده طب العمل التطوعي ده بيساهم في تقدم المجتمعات أيها أنا مرة كنت بعمل دراسة عن العمل التطوعي اكتشفت أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ده في إحصايا كانوا عاملنا زاد 2% بسبب العمل التطوعي فما كنتش فاهم قلت طب كنت صغير أوي يعني كنت في العشرينات مثلا في الدات العشرينات قلت لهم إزاي يعني كنت قعد مع صديق لي بيشرح لي الموضوع ده قال لي لأن هم قرروا أن الشعب كله يشارك فيه التنمية والإنتاج طب أنا دلوقتي الدولة فيه عملية تنمية كبيرة جدا الدولة مش هو تدي مرتبات للناس كلها في كل الوظائف فأنا محتاج حد يساعدني فيه تنظيم المرور حد يساعدني فيه أنه يدي يوم من الأسبوع فيه عملية تطوير المستشفيات في عملية أنه يدي محاضرات فيه المشروعات الإنتاجية والمصانع الحديثة ليه الخدمة المدنية بس بشكل تطوعي بشكل تطوعي ويدي كورسات في المدارس عن التكنولوجيا الحديثة وعن الزكاء الاصطناعي لما أنا ده الناتج بتاع الحاجات الطوعية ديت بيصنع شباب بيعرف يعمل ابتقارات بيعمل تيك توب بيعمل فلوس للبلد بيدخل ضرائب وعلى فكرة زي ما أنا بفيد حضرتك أنا كمتطوع أنا بستفيد أيوة وعلى فكرة علاج يعني حتى علماء النفس يقول لك علاج الشخص اللي هو اللي عنده اكتئاب أو اللي عنده أزمة نفسية إنه لو راح للمنطقة بتاعة مساعدة الآخر بيحسن الصحة وبيطاول عمر طب أقول لحياتك على حاجة يعني أنا بقولت لك العمل الطوعي بيزود من نسبة النتج المحل إجمال بعض الدور أو كثير من الدور خد عندك بقى أنا عملت قبل كده بحث عن المدن المعمرة المعمرة اللي هي بيعيش فيها الناس لمئة سنة ومئة واثنين سنة بصحة كويسة عارف لقيت إيه أحد الأسباب نجاحهم كمعمرين رقم واحد بيجيبوا طلبات البيت بنفسهم بقى هم مشين على رجلهم نمرة اتنين بيشتغلوا كل يوم في العمل التطوعي نمرة تلاتة طبعا إلى جانب بقى أنه هو بيقول أكل صحي وأنه هو ما بيقولش زيوت وأنه هو بيمشي عدد ساعات طويلة جدا يوميا لا تقلع عن ساعة أو ساعتين أنه بيحافظ على دايمومة العمل في المنزل ودايمومة العمل خارج المنزل في العمل التطوعي فأصدأ أقولك أن العالم الحديث والمعمرين واللي عندهم صحة كويسة هما البطلوس شغل صح هما البطلوس شغل صح طب إحنا عايزين قبل علشان الوقت بيسرقنا فعايز أسأل حضرتك نموذج من الشباب المتميز شكرا بما أننا دلوقتي في خلاص السنوال العامة النتيجة طلعت وفي مرحلة التنسيق يعني فعايز كابسولة كده للأولاد والأباء بالذات والله هتكلم معهم من قلبي ولا كابسولوها لحاجة هو أنا أقولها حديثك لحاجة أنا أقول لهم أنا كنت جايب في سنوال العامة 68% شو بس نبقى مره سأل الفنينة أحمد حلم قال لهم أنا كنت جايب 50% وأكد صديقك أنا وعمر بيه موسى نفسه اللي هو كان وزير خارجية قال لك أنا كنت جايب 55% وكان لسه أخديم منه تصريح عندنا في الموقع فأصدأ أقول لك إن المجموع مش هو الأساس في تقديم شخصياتنا صح بالذبط ده حاجة كويس بس الإجاب مجموعة مش كويس مش هيبقى كاش البرمج ليه بقى لإن إحنا منظومة التعليم عندنا كانت مبنية على الحفظ حتى ما كانش فيها وكليات بعينها بقى فيه برامج بالذب كليات يقولك الكلية دي فيها برنامج كذا والدرس الخصوصي وتخفز إيه عشان تجيب كام لكن الإبداع يعتمد على المهارات يا السامح صح على طيب أقول لك الحاجة عارف لما جم يطوروا التعليم في كوبا عملوا إيه اهتموا بيه إن يبقى فيه فرق موسيقية في المدارس ليه من خلال فرقة الموسيقية والأوركسترا في المدارس في المناطق الشعبية الفقيرة هتتعلم النظام هتتعلم المسئولية هتتعلم النكتوب ده هيبقى عندك رغبة في أنك يبقى عندك عاوز تبقى رقم واحد عاوز تعمل بتهتم بالمنافسة بتحترم المنافسة بالمناسبة سوق العمل بيعتمد على المهارات دي حلوة بتحترم المنافسة اه طبعا تحترم المنافسة طبعا بتحصل خبرات فإحنا لازم يرجع تاني الاعتماد على التنمية القدرات في المدارس عن طريق الفن المسرح المدرسي لازم يرجع لازم الفرق الموسيقية لازم الاهتمام بالرياضة 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 عشان يبقى العمل الجماعي لازم التعليم مبني على المعمل وعالتجربة وعلى الاندهاش وعلى التفكير مفيه سقف للتفكير يعني إذن الملخص الملخص لك مواجه السنوية العامة لا يساوي إنك تتقدم في حياتك العملية لا يساوي نجاح أو عدم نجاح هو جزء من تقدير منظومة تعليمية محتاجين نطورها عشان يبقى المنظومات التعليمية في المستقبل بتقول إن الشاب ده هيبقى دكتور ناجح فعلا وعلى فكرة ومفيد وإيجابي ومفيد وإيجابي بالمناسبة فيه ناس بتخش يقول ليه الطب بيبقى دكتور شاطر ودكتور مش شاطر ليه؟ لأن انت تعليمك في العصر الحديث مش بيقف لا على السنوية العامة ولا على السبع سنين طب ولا على العشر سنين الأوائل في شغلك الحالة عملية التطور ست نائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيئة شباب الأحزاب والسياسين وأمين شباب حزب التجمع حضرتك نورتنا وشرفتنا جدا 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 أنا اللي مفصول جدا 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 من التوفيق شكرا كالترخير يا كسعلاق بعد إذن حضرتكم هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل باقي الحلقة معكم أهلا بحضرتكم من جديد النهاردة معانا ومعاكم مواهب استثنائية في عمر الظهور أطفال أثبتوا أن الإبداع ملهوش عمر وأن الموهبة يمكن أن تزدهر في أي وقت نبدأ بقى مع الطفل الموهوب سليم تامر اللي أبدع في الرسم وهو عنده أربع سنين وحقق المركز الأول في إحدى المسابقات الفنية وكمان معانا الشاعر الصغير أو الصغير أدهم الجمال اللي بيلقب بالشاعر المعجزة واللي كمان على الرغم من صغر سنه اللي إنه حقق إنجازات كبيرة جدا في عالم الأدب والثقافة خلونا نرحب سليم وأدهم اللي حصد هما الاتنين جايزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الرابعة منوارين الدنيا منويل حضرتك أو الله العظيم حبايبي إزاك سليم صباح النوم صباح النوم أي معاولي إيه أي ما إنت أقولي اللي إنت عايزه بسعر الخير صباح الخير براحتك إزاكي أدم عامل إيه إزاكي حضرتك إيه إحساسك وإن أنت بيتقال عليك الشعر المعجزة أنا مش بيتقال عليك الشعر المعجزة بس أنا اسمي أدم الجمال ملاقب بنصر الشعراء وشعر الشباب بشعر مستقبل وشعر مواجزة وابن كرال الهيئة الوطنية والإعلام ومدرب معتمة تنمية بشرية وملاقب وزير الثقافة القادم وسفير النواية الحسنة وسفير زادة الأخلاق الكريمة طيب أدهب ما شاء الله لما تبقى وزير الثقافة القادم هتعمل ايه حقق إنجازات أنا في صغر سني عايز أحققها بس أنا عايز أبقى وزير فعلا عايز أخلي الثقافة بلدي تكون ثقافة رائعة غير اللي بيطلع في السوشيال ميديا والكلام ده الحاجات اللي لسه ظهرة جديدة يعني أنت بشعرش على السوشيال ميديا؟ لأنا بنزل حاجتي على السوشيال ميديا بنزل لأ طالع مع الفنان الكبير حبيب مثلا طالع مع تلفزيون كده طيب ما أنت بتستخدمه ما أنت بتستخدم السوشيال ميديا هو بس في حاجات لسه طالعة مش حلوة آه أنت تتقومها ايوة بقى أنا كنت كلمت معالي الوزير في حفلة توزيع التكريمات مبدع صغير كلمت وطلها معالي الوزير أنا عايزة افتح معاحد تعليمي آه أنا أخذ دكتوراه أسمها دكتوراه فخرية من أكاديمية انطلاق البحث والعلماء الإدارية بناخد دكتور إبراهيم الفئي الدكتور سيد الفئي ده انت النور الدنيا ده انت جميل أو أدم وانت يا سليم انت بتحب الرسم ورسمت حاجات خدت فيها جازة المبدع الصغير صح؟ انت المركز الأول ما شاء الله وانت ما تورينا كده عام اللوحة بتاعتك ورسمتها في قد إيه سليم رسمتها في وقت قد إيه نسمتها في وقت كتير بس هي اللوحة طب احنا ممكن كمان نشوفها على الشاشة كمان عملتها وانا عندي خمس سليم وانا صغير وانت صغير؟ قبل ما تكبر جدا يعني دلوقتي ديت انخر بستة أكتوبر الله حلو قوي بس دي فيبر بس انت رسمها بألوان إيه يا سليم؟ ديت نسمها بالألوان إيه الباستل والتانية كنت رسمها برد إيه الباستل اه انت بتقعد تحب ترسم كده وقت كتير يعني؟ هم يعني بتقعد مثلا قد إيه في اليوم كده تقعد تكتب وترسم وتلون بتحب التلوين أكتر ولا الرسم أكتر؟ اللي اتنين اه اللي دايما بيكتب شعر ديت عن تها بالأكليريك دي بالأكليريك؟ اه جميلة جدا 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 ديت عن واحد زوي الإرادة بين باسكتبول لا اللي في المص ده يتخيني هو فاسبت مركز الأول الله قصة نجاح الله يعني ده ممكن يبقى حقيقة صح؟ اه نفيش مشكلة إن يبقى حد كده ويبقى مركز أول وإحنا نفتخر بيه صح يا سليم؟ صح برافو عليك طب جات لك الفكرة إزاي؟ وفيه ورد وفيه ظهور أهو جات لك الفكرة تحت الرسم دين إزاي؟ اه مام مام تقالكي اه ان فيه رسمة كده اه فأنا رسمته اه وفست بالمركز الله وده بقى اللي في خياله بقى ان هو يبقى في المركز الأول اه طب نروح لأدم أدم انت أديب بقى وشاعر بتحب تقرن مين؟ حب أقرأ المتنبئ صلاح جهين تحب تقرأ المتنبئ؟ طبعا أنا حافظ له كل قصيد لا يا راجل طب تم تقول لنا حاجة للمتنبئ ماشي بس ده حاجة صعبة أو المتنبئ الحمد لله أنا لما بحب حاجة بعملها أنا الحمد لله أنا عايز أكبر وأوصل للعالمية ومثل الأعلى الكابتن محمد صلاح وأنا زي ما هو وصل للعالمية أنا هوصل للعالمية كن فخر البلدي والأمي والبابايا إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبي يا رب قول لي بقى كده حاجة المتنبئ كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم أنا الصرية وزان الشيبة والهرم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به الصمم أنا من أجفوني عن شواردها ويصهر الخلق جراها ويختتم الله طب أنت لما بتبقى حافظ الحاجات دي وتقراها بتبقى فاهم معناها يا إدم؟ طبعاً يعني مثلاً زي دية ولا بتسأل حد مثلاً؟ أنا لا طبعاً لازم أن أسأل حد آه بس بجيب من علي تيوب آه آه زي مثلاً دية آه آه اه يعني 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 taking آه دي باردega المتنابق الله طب حافظ ايه بقى او بتقرأ ايه للجداد او للعصر الحديث يعني مش لازم اللي موجودين ممكن الشاعر فرس كطرية الشاعر احمد مرسي اللي بيصحح لديواناتي كلها هو صاحب طفولة فوق العادة بتقلتلي كمان بتحب صلاح جهين اه طبعا وحافظ له قصيد الربعيات حافظ حاجة من الربعيات حافظ حاجة من الربعيات حافظ ثلاثة من الربعيات قول لي كده ربعية منها ماشي انا شاب لكن عمري والألف عام وحيد ولكن بمضلوعي كلام خايف ولكن خوفي مني انا اخرص ولكن قلبي مليان بالكلام وعجبي الله 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 مراب عليك يا ادهب طب نروح لسليم بقى سليم انت يعني حبيت الرسم ده والألوان الجميلة دي من امتى انت بتقول لي انا رسمت اللوحة دي من وانا صغير يعني من وانا عند اربع سنين بتحب ترسم وانت عندك اربع سنين او بس وبابا وماما بقى جابو لك ورق والوان وحاجات كده او ولا كنت بتقعد تشخبط على ايه بقى على المكتب بتاعك ولي ايه نا طب بيجبولك الحاجات دي وبيشجعوك او طب حد بيقعد يرسم معاك ويلون معاك نا انت بقى لوحدك صح طب بتحب ترسم ايه اكتر يعني مثلا تحب ترسم السماء وترسم البحر ولا ترسم مثلا حد بني عادم انهي اللي انت بتحبه اكتر بحبهم كلهم والله طب بتشوف افلام كرتون بتوعد تشوف افلام كرتون او بتحاول ترسم حاجة منهم او ايه زي ايه مثلا مش عارش كتير تتخرج على حاجات كتير او تم مجيري مثلا بتحبهم اه مش قوي يعني اه اتفرجشة انت منين يا سليم اه ثانت في المانيال والله المانيال دي جميلة يعني على النيل صح لي دي على نهر النيل اه اه يعني ممكن تقوم آيه لبابا وماما كده أنا عايز أروح أقعد على النيل علشان وهتولي ورقة وقلم كده وقعد أرسم بقى المراكب والحاجات دي أه بتحب ده؟ أه طيب وإنت بقى أدام إنت بتوفق ما بين الهواية العظيمة بتاعتك دي إنت في سنة كم؟ أنا في سنة ستة بدي ما شاء الله بتوفق بقى ما بين ده وما بين المذاكرة إزاي؟ أول حاجة أنا بجيب ورقة كده أنظم وقتي دلوقتي هنزل أصلي بعدها أروح أحفظ قرآني خلست من أول حاجة بعدها أروح أخلص مذاكرتي أروح ألعب اللعبة بتاعي مثلا بلعب كرة وبلعب سباحة وكمان تحب بتلعب كرة وسباحة؟ أيو أنا مقدم في مركز شباب الجزيرة جميل يعني أنا كاتب وشاعر ممثل مزيع ممثل؟ ممثل؟ يا ده نقوم بقى مش أنا بقى أنا عايز أعزم حضرتك في حاجة ده أنت تنفسني بقى عم؟ لا طبعا أنت حبيب حبيب ما شاء الله حبيب أحب أعزم حضرتك أه في مصرحياتي بتقولتي اسم على الواجعين اسم؟ اسم على الواجعين بتتكلم عن المسلمين والمسحيين اللي بيفرق ما بيننا ده أين في المصحيات دي؟ ده أم في المصحيات دي؟ تتعالد في المصرح الصغير وإنت مثلت قبل كدا ولا دي أول مرة؟ لا أنا مثلت سبع مصرحيات ما شاء الله في المدرسة أولا بره؟ لا في بره أنا الحمد الله يعني الحمد الله آه علامة لا طبعا ما شاء الله حبيب 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 حلو الثقة بالنفس دي؟ الحمد الله بس إيه الفرق ما بين إنك تبقى وصق من نفسك وإنك تبقى مغرور لا أنا وصق من نفسي أنا Ukraine أنا لامس انت دايما بتقول الحمد الله الحمد الله بس فرحان باللي انت في الحمد الله طبعا ما فيش أحلى من كلمة الحمد الله أنا بقولي الحمد الله على تول وبسجد لربنا انا في الحفلة ديت رفعت عالم بلدي في حفلة معالي الوزير هو بيكرمني على المصرح الصغير رفعت عالم بلدي وسجدت لربنا في الأرض وأنا قايم لقيتني الدموع نزل معالي الوزير الثقافة أستاذ أحمد فؤاد بيقول لي أدم أنت بتعايت ليه بتعايت ليه أدم قاعد يطلطو علي قال لما روحت قلت له أنا عايز أفتح أكاديمية قلت له أنا عايز أفتح معهد أدرب فيه الشباب وأنا يعني الجايزة ديت أنا كسبت السنة اللي فاتت بس اتأهلت من العشر المؤهلين بس ربنا ما حلفلش الحظ وأنا أي حاجة بحبها بعملها وهو بيقول لي ما تتعودش أدم تطلع التاني أنت الأول على طول فالحمد الله قدمت مرة واثنين وثلاثة الحمد الله الثالثة كسبت الله 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 طب نروح بقى لبكاسو بتاعنا سليم سليم أنت بتفكر ترسم اللوحة اللي جاية أو الرسمة اللي جاية لمين بقى أو الرسمة عبارة عن إيه بتفكر فيها ولا لسه لسه طب أفضل الرسمة أنت رسمتها لو أنا قلت لك تحب تهديها تديها هدية لبن أدم أنت بتحبه كده تديها هدية لماذا؟ مثلا زي مش عارف لسه تديها يعني أكتر حد أنت بتحب بابا وماما مثلا مش عارف هما الاثنين برطة بحبه الله الله أنت بسنة كم؟ أه بسنة أولى برايمير وان أنت بسبع سنين صح؟ أعندك سبع سنين أعا ما شاء الله ما شاء الله أنت صغير وجميل ربني وفقك يا ربي سليم أنا بحبك أول أحبك أوي أدم والله أنا عايز أختم بقى الله يحفظك يا حبي عايز أختم الحلقة الجميلة بتاعتنا دي والفقرة الجميلة دي بشعر بقى من أدهم وياريت يا جماعة الختام يبقى عند أدهم على طول يبقى وأنا مبسوط قوي بوجودك أدهم أدهم الجمال ومبسوط قوي بوجودك وألف مروق سليم تامر بالتوفيق دايما يا رب هسيبك بقى أدهم بقى أنت تختم بقى بقى حاجة صغيرة وحاجة نص نص هقول لحضرتك حاجة حاجة بقى من حاجتك أنت أيوة لا هي مش من حاجتي هي من شعر أحمد مرسي بس أنا لما بشوف شخصي حلو كده بركب عليه حاجة ماشي عب أستاذ سامح حسين أيوة أستاذ سامح حسين يلي بتجبر خاطر غيرك بتعامل ربك وضميرك ربك قادر يجبر خاطرك لما تشوف الجنة مصيرك كل الناس من مي وطين وانت الفجر بكل يقين لما تناجي الصبح بقلبك والداوي جراح المسكين قلب حنيم بحر أمان وجمال الدنيا في إنسان ونصيبك من حب الناس شجرة فرحة في كل مكان بتداوي بجرح الغلبان وتريح قلب التعبان على قد النية يزيد رزقك في الجنة نصيبك بوستان بينك وبين المولئيه كل الناس بتحبك بابتسمتك ليه لما بتروي الورد بيكبر واما بتزرع خير تلاقيه شكرا طب هستنسمحك بقى يا أدم بعد إذنك يعني تقول لنا حاجة من شعرك أنت واسمحوني بقى أنا هروح أقعد مع أصحابي أصحاب الجداد الحلوين يلا أنا مسمي ديوان أمي عشان أمي هي اللي الفضل علي وبهديها الجايزة أهي حبيب حبيب أمي كانت دايما تقولي أحذر الدنيا تملي وعيوم تبكي عليها وعيوم تبكي يا خلي دنيا غضارة في أساسها وانت دايما ورد فلي ابني بلدك نفس شوفك كل شمسي وكل ضلي الوحش اوعى تجاري أعبد المولى وصلي الوحش إياك تصحبه هو للعصيان يدلك خلي دينك ليك دليل خلي طبعك فيك جميل زي منت بدون كلام بالمحبة والابتسام صاحبك اللي يخاف عليك حطه دايما بين عينيك قل له أهلا بك يا غالي ياللي نورت الليالي واكتسم وارسم طريقك بين رموشي وكل كلي وصفوني مين يا ناسة أمي نبضي القلب فيا أمي دي ست الحبايب هي روحي ونورة إنية شكرا لحسن استماعكم شكرا للفنان الكبير حبيبي حبيبي قلب شكر حبيبي حبيبي موسيقى 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 موسيقى